أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية المتحفة الافتراضي الأول على منصتها الإلكترونية ويضم في مرحلته الأولى عرضا لمجموعة مختارة من المواد الآثارية التي تمثل تطور الحضري في الأراضي الفلسطينية بدءا من العصر الحجري قبل الميلاد ووصولا إلى فترة الانتداب لبريطاني عام 48 المواد المعروضة في هذه المرحلة محدودة وهي 40 قطعة ممثلة لفترات تاريخية مختلفة وهذا المشروع قابل للتطور والإضافة بحسب المشرفين عليها ويقدم المتحف عند عرضه الحقبة التاريخية صورة عالية الدقة لقطع أثرية وأواني استخدمت في الحياة اليومية عثر عليها في مواقع مختلفة من فلسطين كما صمم تطبيق يمكن تحميله على الهواتف المقالة مع إمكانيات متعددة لمشاهدة القطع الأثرية من كافة أبعادها والاستماع وقراءة شرح صوتي عن استخداماتها نرحب معنا مرة مرة بسيد جهاد ياسين وهو مدير عام المتاحف والتقنيات الأثرية أهلا وسلم بك معنا سيد جهاد إذا نتحدث عن 40 قطعة تمثل مراحل تاريخية عديدة لو تطلعنا عليها على أهميتها على أي أساس اختيرت خاصة أننا ننتقل من العصر الحجري إلى العام 48 مساء الخير لك ولكافة الأخوة المشاهدين هذا المتحف جاء كمتحف افتراضي لتقديم المعلومات الأثرية والتراثية حول تاريخ فلسطين بعد جائحة كورونا لتمكين خاصة طلبة المدارس من زيارة المتاحف افتراضيا ولتمكين الفلسطينيين والعالم في كافة أنحاء العالم من الاطلاع على تاريخ فلسطين عبر كافة الحضارات التي تعاقبت على فلسطين يقدم هذا المتحف شرح مختصر وملخص علمي مفيد عن كل المراحل التي مرت على حضارتنا بالإضافة معزز بمواد أثرية كانت تستخدم في كل فترة وهي هذه المواد مميزة لكل فترة ولكل حضارة مرت على فلسطين لكل قطعة ولكل مادة أثرية من هذه المواد حكاية وهو قصة تساهم وتضيف إلى تاريخنا جزء مهم من التاريخ الفلسطيني سواء كان على الناحية الاقتصادية على الناحية الاجتماعية على الناحية التقنية وطبيعة الأدوات التي كانت مستخدمة من حيث تقنيات التصنيع الاستخدام الانتشار في فلسطين وخارج فلسطين نعم سيد جهاد قلت منه هذا المشروع قابل للتطوير ماذا في تصوركم؟ هذا المشروع قابل للتطوير طبعا هو نواع لمتحف افتراضي هذه المواد تمثل جزء من تاريخ فلسطين نتأمل أن نتوسع في المواد الأثرية التي يمكن عرضها بشكل أوسع وعداد أكبر بعرض الحضارات بشكل مفصل أكثر بإضافة تقنيات أخرى لهذا المتحف بالإضافة إلى ترجمته إلى لغات عديدة خاصة اللغة الإنجليزية وإلى لغات عديدة حتى يتمكن العالم أجمع من مشاهدة تاريخ وتراث فلسطين من خلال مصادر رسمية في ظل الجائحة وفي ظل عدم تمكن العديد من الدول الخاصة العربية من زيارة فلسطين ومن زيارة متاحفها هذا يوفر منصة سهلة الوصول من كافة أنحاء العالم لهذا المتحف للإطلاع على تاريخنا على تراثنا وعلى حضارتنا بالتالي أخبرنا قليلا عن هذه المنصة الإلكترونية التي تتحدث عنها وكيف ربما تمثل تجربة مختلفة تماما عن تجربة المتاحف التقليدية نعم هي تمثل تجربة جاءت الفكرة نتيجة جائحة كورونا وانتقال القطاع التعليمي خاصة إلى التعليم عن بعض باستخدام المنصات الإلكترونية جاءت الفكرة لتعزيز التعليم المدرسي بشكل أساسي في المدارس ولتكون منصة وتوفر مادة أساسية لطلبة المدارس والجامعات تعزز البرامج الدراسية والمناهج الدراسية الموجودة في كافة الفصول والصفوف توفر لهم مادة مربوطة إلى حد ما بالمناهج التعليمية سهلة الوصول من كافة المواطنين من خلال توفرها على صفحة الوزارة كموقع إلكترونية ومن خلال نظام وتطبيق يمكن تحميله على أجهزة المحمود سهلة الاستخدام تعرض القطعة من كافة جوانبها باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد يتمكن الزائر لهذا المتحف الافتراضي من الاطلاع على المادة الأثرية من كافة جوانبها من خلال تحريكها وتقليبها بالإضافة إلى السماع شرح ملخص عنها وقراءة أيضا شرح مفصل حول هذه المواد وربطها بالمواقع التي تم الكشف من خلالها عن هذه المواد بالإضافة إلى ربطها بالسياقات الحضارية التي تعاقبت على فلسطين وبالتالي القيمة العلمية والثقافية كبيرة جدا شكرا جزيلا لك من رام الله جهاد يسين مدير عام المتاحف والتقنيات الأثرية